السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم راح تكون مراجعة كاملة لكيفية انشاء المواقع طبعا هذا هو الموقع اللي سويناه وسوينا عليه بعض التعديلات غيرنا الاسم غيرنا الدروس قائمة الدروس وضفنا امور معينة راح نلاحظها ينكون هنا راح نبدي نعيد الكود من البداية هذا هو برنامج البركت مثل ما تلاحظ برنامج البركت من خلاله نقدر نكتب اللغة البرمجية اللي نقدر من خلالها نسوي الموقع او الصفحة لغة البرمجة للصفحات .html سمينا الملف index.html جانب البداية سويني ال structure العام واللي هو doc type html وسم html وسم head وسم title هنا غيرنا التايتل العنوان ما للصفحة سمينا قائمة دروس موقع برمج.com ونهينا الوسم title بعدين على مود نقوم بعملية ربط طبعا احنا نستخدم هنا اكثر من لغة برمجية نستخدم javascript نستخدم css language وبالتالي لازم نقوم بعملية ربط ملف css طبعا ليش نستخدم ملف css الغرض هو تنسيق الصفحة فنقوم بعملية link او ربط ملف css ويا صفحة html فنستخدم link او الوسم link href تساوي علامتين تنصيص نكتب اسم الملف الخاص بالstyle styles.css وخلي علامتين تنصيص وبعدها نكتب arial وتساوي style sheet طبعا هذه هي الطريقة اللي من خلالها نربط ملف امتدادة .css او ملف التنسيق ويا صفحة html بعد ذلك نقوم بعملية ربط ملف javascript اللي يحوي على كود javascript للصفحة html شلون نسوي هذا نكتب script ورا ما نكتب script راح نقوم بوضع التالي src تساوي بين علامتين تنصيص نكتب اسم الملف اللي يحوي على javascript ولي هو code .gs يكون امتدادة .gs وننهي هذا الوسم script بعدها ننتقل طبعا ننهي الوسم hit اللي يحوي هذاني كلهن ننتقل للوسم body اذا الان قمنا بربط الكود اللي javascript وكود التنسيق اللي امتدادة css وهي صفحة html ننتقل الان للbody الbody هنا على مودة نخلي الكتابة او كل شي ضمن هذه الصفحة محاذي لجهة اليمينة فنكتب السمة التالية dir تساوي بين علامتين تنصيص rtl فصير كل الكتابة محاذية لجهة اليمين اه والتالي طبعا اذا ما سوينا هذه تكون محاذية لجهة اليسار تكون يعني هي default محاذية لجهة اليسار نقوم هسا بتقسيم الصفحة من نقوم بتقسيم الصفحة نكتب الوسم div div ونعين id معين هذا ال id او هنا عدنا هذا ال id راح يعين التنسيق للوسم هسا احنا عدنا تقسيمة تقسيمة ضمن الصفحة راح نعين او ال id راح يعقوم بتعين التنسيقات على الوسم div هسا شنو التنسيقات الي عدنا website underscore title نرجع لل style.css ندور على website underscore title مثل ما جاي تلاحظ بما انه بداية هاش فهو اي دي محدد اي دي نجي هنا نلاحظ شنو جاي يصير ال background الخاصة بال div الوسم div لانه راح تنضاف لهذه التنسيقات هو كالتالي هاش 2c3240 يكون هذا هو اللون اللون الحبري مثل ما جاي تلاحظ بعدين نكتب انه ال color اللي خاص بالنص اللي موجود ضمن القسم او التقسيمة div ضمن الصفحة يكون اللونه white على مود يكون واضح ومبين اذا اللون الخلفية هو حبري ولون النص ضمن قسم div يكون لون ابيض او white نرجع هاسه الملف ال HTML ونكمل شغلنا طبعا هنانه شنو الموجود اللي موجود هو العنوان العنوان الخاص بالصفحة يكون في اعلى الصفحة يكون الحجم مالته نستخدم الوسم H2 على مود نحدد الحجم الخاص بالنص فاستخدمنا H2 نقدر نسوي H1 يكون اكبر هاي بداية الوسم H2 نكتب العنوان الخاص بالصفحة ومن ثم ننهي الوسم H2 وبعد يننهي التقسيمة div فهذه هي التقسيمة حددنا بها background اضفنا لها تنسيقات background ولون النص وحددنا حجم النص وكتبنا النص لنريدة ضمن هذه التقسيمة ننتقل الى التقسيمة الثانية div الوسم div الثاني هنا انا بالوسم div راح نعين للتنسيقات اللي موجودة ضمن class درس طبعا كل تنسيقات لclass درس راح تنضاف للتقسيمة نرجع للstyle ندور على درس طبعا مثل ما جاي تلاحظ بداية نقطة فاذا هو class الامور التنسيقية الموجودة ضمن هذا المحدد هو كالتالي background تكون white width العرض يكون 350px height او الطول يكون 150px هذان يكون هن محددات للتقسيمة او للdiff نرجع للملف HTML اذا ناس عرفنا انه يكون خلفية white تكون عرضها 350px وتكون ارتفاعها 150px هذان الامور اللي تكون ضمن التقسيمة نرجع لملف HTML اذا كل التنسيقات اللي موجودة تم تعينها من قبل المحدد الى الوسم دف يعني كل ذن الموجودات داخل هذا الوسم راح يتم تطبيق لهم هذان الخصاص او هذان التنسيقات اللي يكون المحددات من خلال المحدد درس الان ننتقل الى الكتابة مثلا لو الريد نخلي فقرة فقرة نكتب الوسم بي الوسم بي وراح نقوم بتعيين التنسيقات اللي يكون المحددات بالمحدد اي دي واللي يسمى درس اندرسكول اي دي وبالتالي كل التنسيقات اللي الريدها كل التنسيقات اللي الريدها واللي يكون المحددات بالوسم او بالمحدد درس اندرسكول اي دي راح تنتقل للفقرة التالية او البراغراف التالي واللي كذلك بالاضافة لذلك كل التنسيقات اللي يكون المحددات بالمحدد درس Underschool Title وكذلك لكلاس Android Underschool Title راح ينتقل للبراغراف أو للفقرة هذه أو للوسمبي الوسمبي يحوي على درس برمج أو برمج التطبيقات الأندرويد إذن كل التنسيقات الخاصة بكلاس درس Underschool Title وكلاس Android Underschool Title بالإضافة إلى أو محدد ID درس Underschool ID راح تنتقل للفقرة واللي هي تحوي على درس برمج التطبيقات الأندرويد خلي نرجع لملف ستاير ونشوف هذان المحددات شي سوا ننتقل أول شي لدرس لدرس Underschool Title أول شي عدنا ID درس Underschool ID هذا اللي هسا ما ضايفين ننتقل لللي بعد واللي هو درس Underschool Title هذا الكلاس وAndroid Underschool Title درس Underschool Title شنو التنسيقات الموجودة لهذه الفقرة الهي طول 30 PX Text Align هو center يعني مثل ما يعني كأنه النص يكون بال center الخاص بهذه الفقرة واللي تكون ارتفاعها 30 PX أو طولها 30 PX وعندنا البادنج Underschool Top وتكون 10 PX واللي نقدر نقول بأنه الهوامش واللي بحيث أنه النص يكون داخل هذه الهوامش وبالإضافة إلى ذلك يعني هكا أنه وضفنا هامش للعنصر P الآن الكالر الكالر يكون white الخاص بالنص بالإضافة إلى ذلك موجود كلاس أندرويد تايتل واللي يقلك بأنه الـ background تكون green هذا يعني كل التنسيقات رح تطبق على هاي البارغراف على درس برمجة تطبيقات الأندرويد عدنا بارغراف ثاني P ثانية أيضا المحدد Description Underschool ID أيضا هذا يقوم بوظيفة معينة رح تطبق على تفاصيل درس برمجة تطبيقات الأندرويد عدنا كذلك هذه الـ A اللي تحوي على العنوان الخاص بالدرس ID URL Underschool ID هذا محدد معين يكون نوع المحدد ID Edge Reference نكتب هنا الموقع الخاص بالدرس وهنا ننهي هذا الوسم A وننهي التقسيمة ديف هذي نفتح تقسيمة جديدة نخلي بيها الأزرار هذه الأزرار هي Put On Once Click تساوي Previous Function والدرس السابق وننهي الـ Put On Click Next Function الدرس اللاحق و Put On هذا الـ Put On لما ندوسه نكون نسوي فد وظيفة أو مهمة معينة كل هذا يتحقق بكود جايفا سكريبت نروح لكود جايفا سكريبت مثلا ما جاي تلاحظه هناك عدنا هواي أمور معينة أو مشاكل أخطاع السراحة نحل هناك عدنا أول شيء Variable List عدنا هاي اللستة هاي اللستة تحوي على كل المواقع أو كل المواقع الفيديوهات اللي نريد نخليها نضمن صفحة الموقع اللي جاي ننشئها مثلا طبعا بالإضافة إلى ذلك مجموعة من الأمور كالتايتل والديسكريبشن الخاص بالفيديو أو الدرس مثلا عدد تايتل طبعا مكتوبات بلغة جايفا سكريبت تايتل نقطة فوق الثانية نكتب العنوان الخاص بالدرس درس برمجة تطبيقات الأندرويد نكتب الديسكريبشن أيضا بين هذاني فارستين نكتب ديسكريبشن وهذه نفس الشكل نذني الطرق اللي من خلالها نقدر نعبر أو نوضح الفيديو شنو معنى نكتب الديسكريبشن الخاص بالفيديو هنا سوف تتعلم من خلال هذا المسار طريقة برمجة تطبيقات للأجهزة الجوجل أندرويد ثم تم تطوير نظام تشغيل أندرويد من قبل شركة جوجل ونخلي URL هنا نقطة فوق الثانية نكتب هنا مثل ما جاي تلاحظ الموقع الخاص بهذا الفيديو أو الدرس نخلي color معين واللي مثل ما جاي تلاحظه green نكتب الدرس اللي بعده واللي هو موقع برمجة المواقع معه DJNGO وهناني description في هذا المسار ستعلم برمجة الموقع والخوادم باستخدام لغة هذه اللغة البايثون والمهم ونخلي بالنهاية عندنا URL ويعني بمعنى إنه الموقع الخاص بهذا الفيديو نجي نسوي لكوبي بيست نخلي نخلي بعدين لون لهذا الدرس واللي مثل ما جاي تلاحظه هذا اللون هذا الهيكسا كود الخاص به والدرس الأخير كذلك نفس القصة هنا أنا هذني كل الدروس والعناوين الخاصة به نفضمن هذه الليستة أو الليست الآن مثل ما جاي تلاحظ راح نخلي متغير variable current underscore course الدرس الحالي اللي انت متواجد به ونساوي هذا القيمة المتغيرة بالصفر وعندنا هذه الفونكشن prev مكتوبة بلغة الجافا سكريبت اللي تمثل الزر الموجود بالHTML هذني الزر الدرس السابق والدرس اللاحق طبعا هذا الدرس السابق لما نضغط على الدرس السابق أو الزر المكتوب عليه الدرس السابق فقم بتنفيذ الفونكشن prev واللي موجودة ضمن كود جافا سكريبت هذا واللي راح ننفذ هذه الفونكشن ككل هذن الفونكشن الموجودة عدنا مثلا يقوم بطباعة الدرس السابق بالconcel أو نستخدم دارة الطباعة console.log الدرس السابق وبعد ينشنوا راح يتم انقاس القيمة للcurrent course للدرس الحالي بمقدار واحد ليش يتم انقاس القيمة للوصول الى الدرس السابق لان احنا دسنا الدرس السابق وبالتالي لازم ترجع للدرس السابق فراح ننقص قيمة الدرس الحالي واللي يمثل يا درس من ذني المتواجد به ينقصها بنقدار واحد على المترجع للدرس السابق زين ورا ما رجعت للدرس السابق يقل لك اذا current course اصغر من واحد اصغر من صفر لانه احسا انت بالصفر بالدرس الحالي اللي هو صفر اذا انت اصغر من الصفر فلازم تنتقل للدرس اللي قبله فcurrent course يساوي list.length ناقص واحد وبالتالي هنا يتم انقاس قيمة للوصول الى الدرس السابق زين هناش راح يصير هنا نقوم بتعيين بيانات الدرس اللي الى كل من عناصر الصفحة راح نقوم بتعيين عناصر او راح نقوم بتعيين بيانات الدرس البيانات الخاصة في الدرس الى كل من عناصر الصفحة مثلا عندنا document هذه هي الطريقة اللي من خلالها نربط صفحة الHTML مع ملفة javascript باستخدام كائن الدوم او document object ومودل اللي ينشئ صفحة الHTML فراح نقوم باستخدامها او نقوم بربط javascript مع الHTML او بيانات اللي محملة بالjavascript هنا وفي الHTML صفحة الHTML نكتب بالبداية هذه الصيغة الثابتة document.getElementById هنا درس underscore id dot style dot background تساوي last current course dot color مثل ما جاي تلاحظ last اللي هي current course راح تيجي هنا وراح تنتقل ل صفحة الHTML هنا ايضا document حسب current course document تساوي point نقطة getElementId ترس underscore id dot innerHTML last current underscore course dot title هنا راح نخلي title هنا document dot getElement description underscore id innerHTML last current course dot description فانت هسا جاي تنقل color وال title الخاصة بالدرس والdescription الخاص بالدرس وهنا document dot getElementById url underscore id dot hreference تساوي list current course dot url هنا كل البيانات جاي تنتقل لصفحة HTML من code javascript فحنا هسا هذا كل شغلنا على عمود نقوم بإضافة code يشغل الإزرار الخاصة بالتحكم ضمن الصفحة HTML فساقر نوضح المرة ثانية current course تمثل القيمة المعروضة حاليا من قائمة بيانات الدروس اللي جاي تشوف هنا هذه القائمة الخاصة ببيانات الدروس فهذه هي القيمة المعروضة حاليا لقائمة بيانات الدروس هذني ومثل ما جاي تلاحظ عدنا ثلاث دروس هذا الدرس الأول وكل بيانات هذا الدرس الثاني وكل بيانات وهذا الدرس الثالث وكل البيانات الخاصة بي زين هسا راح يجي السؤال لما current course تساوي صفر يعني شنو معناها معناها نحصل هسا على أول درس من قائمة بيانات الدروس أو أول جاي نشتغل بأول درس لما نشنو current course تساوي صفر يعني بالتالي إذا كانت current course تساوي واحد فحنا نحصل على الدرس الثاني وإذا current course تساوي اثنين فرح نحصل على الدرس الثالث يعني هسا أي قيمة غير الصفر والواحد والاثنين ما راح تطينا درس معين لأن هذا الدرس يكون غير معرف ما موجود ومثل ما قلنا قبل شوية بهذه الدالة preve نريد نعرض الدرس السابق فبالتالي راح ننقص current course من واحد على مود نعرض الدرس السابق وهذا الشرط الموجود هنا current if current course أصغر من الصفر احنا مريت أصغر من الصفر لأن مثل ما ذكر قامة الدروس أو قيمة current course تكون ما بين الصفر وال اثنين يعني 012 غير ها لا يحدث لا يوجد درس بقيمة current course غير هذه 012 فقط لأن لدينا فقط ثلاث دروس مثل ما تلاحظ هنا جيد إذا كان current course أصغر من الصفر بهذه الحالة نريد نعرض آخر قاعدة أو آخر درس نقدر نقول يعني بيانات آخر درس وبالتالي لما نضغط على الدرس السابق ونحن بالدرس الأول فننتقل مباشرة للدرس الأخير مثل ما تلاحظ هنا فالcurrent course تساوي list dot length طول هذه list طبعا 012 هنا يقصد list dot length هي طول الخاص بالlist هنا ناشق طول ها 3 طول ها 3 تحسب عدد الفيديوهات 1 2 3 وبالتالي طول هذه list هي 3 فتجد 3 تطرح ها من 1 فطلع 2 مثل ما ذكرنا سابقا إذا كانت current course 2 فهي تمثل الدرس الأخير لأن قلنا الدرس الأول 0 current course 0 الدرس الثاني current course 1 الدرس الثالث current course 2 حسنا وراء ما حددنا قيمة current underscore course سننتقل لهذا الجزء أو نعين القيم لعناصر HTML الموجودة بهذه العناصر أو الوسوم سنقوم بتعين هذه القيم لهذه العناصر أو نعين بيانات الدرس للعناصر HTML الموجودة هنا وهنا سنستخدم المحددات واللي هو درس underscore ID و description underscore ID و URL underscore ID حسنا نقدر نوصل البيانات الدرس من خلال استخدام اسم القائمة واللي هنا مثل ما جاء تلاحظ هي list و كذلك باستخدام current underscore course فنقدر من خلال نوصل للبيانات الخاصة بالدرس وبعد نقدر نختار البيانات المطلوبة مثل اللون والعنوان و كذلك التفاصيل و رابط الدرس بينما سننتقل للدالة نكست بالدالة نكست نريد نعرض الدرس اللاحق مثل ما جاء تلاحظ نحن نقل يعرض الدرس اللاحق نزود نقل بمقدار واحد بمعنى انه الدرس الذي يليه بالقائمة طبعا في حالة انه يكون اكبر او يساوي list dot length يعني في حالة انه يساوي ثلاثة او اكبر من ثلاثة فبالتالي current course راح يساوي صفر يعني كأنه في حالة انه assente بالدرس الاخير و درس اللاحق راح يرجع للدرس الاول مثل ما جاي تلاحظ بالبداية هذه هي function next راح تتنفذ وبالاضافة الى ذلك ننقل البيانات الخاصة بالدرس لصفحة اله تعمال عن طريق استخدام document object model اللي يقوم بنقل كود الجافا سكريبت لصفحة اله تعمال والبيانات اللي نحتاجها طبعا نستخدم محددات درس under school ID و description under school ID و URL under school ID والاشياء اللي نريد مثلا background style background color خاصة بالtext بالاضافة الى انه نخلي nrhtml و نخلي title طبعا كل الذن ناخذ من list او القائمة و كذلك عدنا description ايضا بالnrhtml نخلي و كذلك بالنهاية نخلي رابط الدرس فهسا ذن عدنا محددات الID درس under school ID و description under school ID و URL under school ID مثل ما جاي تلاحظ هسا رح نرجع للمتصفح و نطبق هذن نسوي save اذا دسنا الدرس السابق فراح يرجع برمجة تطبيقات الايفون مع swift خلي نشوف مثل ما جاي تلاحظ هذا اول و درس برمجة تطبيقات مثل ما جاي تلاحظ بالكود title العنوان هو درس برمجة تطبيقات الاندرويد طلع عنه بالاضافة الى ذلك الـ description يكون جوا سوف تتعلم من خلال هذه المسار تطبيق برمجة الاندرويد مثل ما جاي شوف سوف تتعلم من خلال هذا المسار طريقة برمجة تطبيقات الاندرويد وتم تطوير نظام التشغيل الاندرويد من قبل شركة جوجل مثل ما جاي تلاحظ هنا هذا description هذا title كل هن ضمن هذن الـ div التقسيم ما تخلني تأكد شي طبعا من ناحية الالوان وهذن الامور انت جاي تلاحظ بانه التالي الـ color معينينه مثل ما جاي تلاحظ الـ color هو اللون الاخضر هنا هذا description هذا URL هذا اني كل انت احتاج اول شي title بعد description الوصف بعد URL اللي هو يمثل عنوان الموقع الدرس المكان انت واجد بالدرس بعد يجي الـ color ويكون الـ color مثل ما جاي تلاحظ اللون الاخضر نرجع مرة ثانية بتشوف هسه هذا اللون الاخضر من ناحية color العنوان درس برمجة تطبيقات الاندرويد مثل ما جاي تلاحظ هسه عن طريق محدد الـ id درس under school id راح اندز background اللون الخلفية واللي هو الـ color هنا list current course dot color راح اندز اللون الاخضر وبعد راح تنكتب الشسم title ايضا موجود بالlist والdescription والurl ترجع احنان وين استدعينا هنذني بالdev استدعينا بالdev هذه مو الدف الاولى الثانية class درس ايدي url under school ايدي مثل ما جاي تلاحظ هسه استدعينا هذا محدد الـ url وخلينا بعدين بالبراغراف استدعينا المحدد درس under school ايدي وكذلك class درس under school title واندرويد under school title لدرس برمجة تطبيقات الاندرويد مثل ما جاي تلاحظ هنانا هذني للdev بعد نسب نفس الدف هنا البراغراف الثاني يتفاصيل درس برمجة تطبيقات الاندرويد ايضا المحدد مالته هو description under school id فهذه الفقرة بهذه الدف ايضا طلع سوف نتعلم هذه description محدد id شكرا لحسن استماعكم وان شاء الله